أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار تقديم 124 مليون و112 658 خدمة طبية من خلال حملة 100 يوم صحة منذ إطلاق النسخة الثانية للحملة في 31 يوليو الماضي وحتى 17 أكتوبر الجاري وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بداية جديدة لبناء الإنسان ودعى عبدالغفار جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة وأماكن تمركز العيادات المتنقلة للاستفادة بخدماتها أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين وغير القادرين على الحركة عبر الخط السخن